الشعب يريد محمود عباس رئيس لا أحد من الفلسطينيين يريد محمود عباس رئيسة بسبب فساد عائلته مالياً ورفض واسع لسلطة رامالله بالضفة الغربية ومخطط قادم خلف استقالة حكومة اشتية بحسب مقالة في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية الكاتبة الصحفية الإسرائيلية المختصة بشؤون الشرق الأوسط سامدار بيري أشارت إلى محاورتها الأسبوع الماضي مجموعة كبيرة من أكاديميين فلسطينيين على حد قولها لا أحد بينهم يتبوأ منصب وزير أو عضو برلمان ومع ذلك كان بينهم محامون ومهندسون واقتصاديون وأطباء ورجال تعليم وصحفيون قداما وكلهم دون استثناء يعرفون جيدا الحاضر الإسرائيلي ويتابعون بعناية الأخبار عندنا وقسم لا بأس به من هذه العصبة يتكلم عبرية أيضا واستذكروا فترات الحبس في السجون الإسرائيلية بحسب المقالة ياسر وطارق عباس مليارديران كبيران وأعمالهما متنوعة تتضمن مشاريع بناء وشبكة هواتف ومكتب إعلانات وعلاقات عامة وتوزيع سجائر أمريكية بمناطق السلطة وغيرها محام فلسطيني قال لي لقد سئمنا من أعمال الفساد لعائلة أبو مازن وإذا نظرنا جيدا فإن كل ما يعنى به محمود عباس الآن يتركز على تطقيم أعمال نجليه التجارية وهما أصحاب إمبراطورية عظيمة تمتد من إمارات الخليج إلى مصر والأردن والمغرب بيري ذكرت أنه في العقد الأخير فازت شركة يترأسها ياسر عباس بعطاء أمريكي بمبلغ سبعة وثلاثين مليون دولار لتنفيذ مشاريع تجارية في مناطق السلطة لا تكاد تسمع من يؤيد استمرار عباس ابن الثمانية والثمانين عاما ويوجد موقف قاطع من مستقبل قيادة السلطة الفلسطينية في الضفة واقترح أحد رجال الأعمال في رامالله أن يبقى رئيس شرف في مقره دون صلاحيات تنفيذية بما هو مسموح وما هو ممنوع في الجانب الآخر ترى بيري أن من خلف بيان استقالة حكومة محمد اشتية يقف قرار أمريكي يستهدف إقامة السلطة متجددة تتمكن من توسيع صلاحياتها والحكم في غزة أيضا هذا قرار لم يتخذ فقط في واشنطن بل في القصور الحاكمة في العالم العربي ذي الصلة مثل مصر والسعودية والأردن لأجل ترميم مكانة الحكم في رامالله وتوسيع نفوذه